يكثق من 13 دقيقة ابني نازع ويلموت وهو يصيح كل شي ما بي على قدميه دخل إلى المستشفى لتلقي علاج للفلاونزا فخرج منها محمولا بتابوت كرار شاب توفي في أحد المستشفيات الحكومية ببغداد والسبب تلقيه إبرة دوائية يتحسس جسمه منها بإصرار من الطبيب الذي عاين حالته كما تقول عائلة الشاب المتوفي أخي قال للدكتور قال أنا الأبرة هي ضربها ومتأذي من حتها شوي فما رد أضربها فالممرضة ما ضربتها بعدين نصحنا الدكتور أنه داي سئلة فالدكتور قال لا عادي طبيعية يعني أنا أفهم بحالته ما أتأثر عليه فمن ضربوا الأبرة جسمه كل شي شنج وعيونه نقلبه تراسه نقلب منه نفخ صدره الدكتور قبل يعني صح الممرضين جابوا مال جهاز مال قلب ظل أثناء هذا الشي جاءت المقيمة للدكتورة الشبيرة يعني مالتهم قالت تلازم يعني سوى تفشي غلط أو هاي صار لهذا المريض أنه هيك وصلت حالته عائلة كرار تقول بأن التقصير كان من الطبيب فالإهمال تسبب بوفاته وعلى وفق ذلك رفعت العائلة دعوة قضائية وتطالب بأخذ حق كرار ومحاسبة المقصرين التقصير يعني هو من الدكتور يعني الدكتور نصحنا أكثر من مرة نفتهم وضعا الدكتور لحد آخر لحظة يقول أنه كوش ما بي كوش ما بي يعني واحد جهاز مالدقات القلب يقول كوش ما بي وما تزال القضية رهنة تحقيق وبانتظار تقرير الطب العدلي بعد تشريح الجثة والذي سيبين أسباب الوفاة ويكشف الحقيقة من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر